خلال افتتاحه مسجد السيدة زينب الرئيس السيسي يؤكد امتلاك مصر خطة لتطوير مساجد آل البيت مدبولي يؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات ويشددوا على ان القطاع الخاص من اعمدة النمو الاقتصادي شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على غزة والامم المتحدة تدعى لوقف فوري لاطلاق النار اثانية عشر ظهرا تسع بتوقيت جرينيتش نشرة اغبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة اهلا بحضراتكم ونبدأ مع الزميلة صمر الزهيري اليك صمر شكرا ليك يا زر اهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد البيت والصحابة والصلاحين وفي كلمته خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره اعرب رئيس السيسي عن تقديره للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد البيت اسمح لي ان انا في البداية اوجه لك كل التحية وكل التقدير كل الشكر ده يمكن تالت مناسبة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نفتتح تطوير الاضراحة سابقا كان ضريح الامام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينب وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب اهل البيت والبازل من اجلهم واحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد بتاعت قال البيت وايضا اللي كانت اه للصحابة اللي يجوم على مصر وال والصالحين ويمكن اللي كان بيبقى فيه عرض من من هيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد اخرى كثيرا اللي هي من اول من اول الالعفوة ومن اول السيدة نفيسة لغاية مناصل الى السيدة زينب ان شاء الله واضاف رئيس سيسي ان اهل البيت وجدوا في مصر الامنى والامان الذي كانوا ينشدونه موضيفا ان اهل البيت عندما بحثوا عن مكان الاستقرار فيه والاحتماء به كانت تاوجاتهم مصر ربنا سبحانه وتعالى اكرم مصر بان يكون يعني اهل البيت النبي عليه السلام عندما يعني يبحثون عن امان وعن مكان يستقروا فيه فيه حماية وفيه حفظ وفيه استقبال يليق بهم كانت وجيتهم مصر ووجدوا في مصر فعلا الامن والامان اللي هم كانوا بينشدوا وده من فضل ربنا علينا ان احنا النهاردة في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده من فضل ربنا علينا والحمد لله مرة تانية انا بشكرك وابقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوافد المرافق ليه وفي كل مرة تشرفونا حيسعدنا ان انا التقي بيكم واشكركم على اللي بتعملوه وكل الدعم حيبقى موجود لانجاح اي مشاريع اخرى في هذا المجال يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عملية تطويره وترميمه وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند وقام الرئيس السيسي عقب وصوله باداء ركعتين تحية المسجد حضر الافتتاح ايضا الامراء من اشقاء وانجال سلطان طائفة البهرة وممثل السلطان بالقاهرة هذا ويأتي تطوير مسجد السيدة زينب ضمن خطة لتطوير وتزديد مساجد البيت وشهد مسجد السيدة زينب في عهد رئيس السيسي توسعة ساحة المسجد ثم تطويره على هذه الصورة التي تليق ببيوت الله من جانبه وجه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند التحية لمصر والرئيس السيسي على اهتمامه ورعايته لترميم مساجد البيت اشكر جمهورية مصر العربية وفي قلوب اهل مصر خاصة مقام ويا له من مقام هي اقيلة بنی حاشم وهي العالمة العابدة الفادلة العارفة التقية العفيفة الصابرة المحتصبة وهي التي شهدت في كربلا زبها اخيها سيد الشهداء الامام الحسين وهي التي همت بعد شهادته في اون الله تعالى اهل بيت النبي صلى الله عليه وفيهم الامام علي زين العابدين وشهد مسجد سيدة زينب اعمال ترميم وتأهيل شملت جميع العناصر الاثرية وتجديد الوجهات والزخارف والشرائط الكتابية وغيرها وذلك ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد ال البيت النبوي كما شملت اعمال ترميم رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والشوارع المطلع على المسجد اعمال ترميم وتأهيل ورفع كفاءة ضخمة بجهود مصرية خالصة بتوجهات من القيادة السياسية قادتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ملحمة ابدع المهندسون والخبراء والفنانون المصريون شملت الاعمال كافة تفاصيل مسجد السيدة زينب رضي الله عنها صاحبة المقام الساحة الخارجية بالكامل كسيت بأجود أنواع الجرانيت أما زيادة عدد الأبواب تجنبا لتدافع المصلين والزوار في أوقات الذروة هواءة المسجد من الخارج كسيت بالكامل بالحجر المزخرف بالعقود بأشكال بروازية وفي الساحة الخارجية للمسجد ضريح الشيخ العتريس والعيدروس محمول على ست أعمدة من الرخام يعلوه قبتان صغيرتان ويعلو المسجد مئذنته الزينبية وقبة المقام كمنارة مضيئة للعمارة الإسلامية هي الأروع والأجمل ومن المدخل الرئيسي نبدأ أول خطواتنا داخل المسجد لنلحظة من أول وهلة تلك الطفرات الهائلة التي ستزيد من رونق المسجد وروعته الأقواس وهي المعلم الأبرز للمسجد الأعمدة الرخامية بتجانها المبهرة تتدلى منها الدليات والمشكوات النحاسية تلك شخشيخة رائعة الجمال بنوافذها الصغيرة تتدلى منها النجافة الكبيرة المشهورة بقنديل أم هاشم المنبر الجديد من أهم العناصر التي روعي فيها روعة التصميم وأعيد للمسجد القديم روعة محرابه وكسي المحراب الرئيسي في منتصف المسجد بأنفس أنواع الرخام وحفرت عليه آيات قرآنية كريمة ودكة المبلغ الحوائط الداخلية تحولت إلى لوحات فنية خشبية ورخامية رمهر ونظرية ونصل إلى المشهد الشريف مقام السيدة زينب رضي الله عنها حيث مدخل الضريح الذي تعلوه عتبة مزخرفة ومذهبة وقد تم تجديد وتذهب المقام بأنفس الأحجار الكريمة والنفيسة وقد روعي في تجديد المقام وترميمه من الداخل الحفاظ على طابع المهابة والفخامة الذين يملقان الوجدان شوقاً والنفس مهابة وإقلالاً ترجمة نانسي قنقر 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 أهلاً بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أن نخفف من العواقب ولكن يجب علينا أن نعمل باستهداف قذور هذه التحديات والمشاكل من خلال القرارات الجريئة والشجعة ونحاول أن نتعامل مع جميع العواقب من خلال هذه الإجراءات وأنا أعتقد أننا تمكننا بنجاح أن نحاول أن نتعامل مع كل هذه العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية كما أكد مدبولي أن القطع الخاص يعد أحد أعمدة نمو والتطور مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ترتكز على تشجيع القطع الخاص للعب دور قيادي في التنمية هذه الإصلاحات الهيكلية بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز أولا أن يكون هناك سعر صرف مرن وأيضا السياسات الخاصة بالنقد وأيضا تقليل النفقات العامة على البناء التحتية وبعض البرامج القومية أو الوطنية الأخرى وأخيرا وليس آخرا تشجيع القطع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقيادي أيضا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة لمجال وقطع الاستثمار وقطع الخاص وأن يلعب القطع الخاص للدور بـ 65% خلال السنوات القادمة فتحت مظلة هذه الركائز نحن نعمل على وضع تفاصيل هذا أشار مدبولي إلى أن البنك المركزي تمكن من العمل بسعر صرف مرن مشيرا إلى تمكن الدولة من رفع الاحتياطي الأجنبي وزيادة أصول البنوك فضلا عن دفع بعض المتأخرات خاصة في السوق المحلي فحيننا نتحدث عن السياسة النقطية البنك المركزية تمكن منذ مارس أن يقوم بالاتخاذ والعمل بسعر صرف المرن وتمكننا أيضا من تخطي هذه المشكلة وخصوصا بالنسبة للإحتياجات في السوق المحلي وتمكننا أيضا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصا بداخل السوق المحلي وحتى حين نتحدث عن الشركاء الدوليين والخارجين وتمكننا أيضا من رفع مستوى الاحتياطي الأجنبي وأحد أهم الأمور والإنجازات هي رفع الأصول في البنوك المصرية وقال رئيس والوزراء إن هناك الكثير من الشركات العالمية التي بدأت في العمل بمصر مشيرا إلى إصدار أكثر من أربعين رخصة ذهبية تنفيعة من واحد ومن خلال الرخصة الذهبية يمكن الحصول على موافقة واحدة من مكتب رئاسة الوزراء بصدد المشروع الخاص بكم إذا كان قد استوفى بجميع المعايير في هذه القطعة الأربعة التي قد ذكرتها يمكن الحصول على موافقة واحدة فقط من خلال مكتب رئاسة الوزراء ومن خلال هذه الموافقة الواحدة يمكن القيام أو البدء بأعمال الإنشائية أو ما إلى ذلك بدون الخوض مع الكثير من الهيئات أو الأمور والهيئات والسلطات البيروكوريطية التي في بعض الأحيان استمعنا الكثير من الشكاوى من خلالها ونحن قمنا بإصدار أكثر من أربعين رخصة ذهبية وفي أقل من عام واحد كانت هذه الشركات بالفعل تقوم بالتشغيل والعمل والإنشاء في شركات كبرى قد بدأت وحتى مصانع بدأت بالعمل وبالتشغيل وهي ستقوم بخدمة مصر والمنطقة بأكمل كما أضاف مدبولي أنه تم وضع صقف للنفقات والمصرفات العامة بتريليون جنيه مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الحفاظ على مرونة الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص نحن نرى الكثير من التقدم والعمل من أجل أهدافنا خلال العامين أو ثلاثة أعوام القادمة لحصول القطاع الخاص على 65% من إسهم في هذه القطاعات وأيضا وضعنا صقف للنفقات والمصرفات العامة بجميع أنواعها وكانت من خلال قرار لرئاسة الوزراء لتريليون جنيه مصري لأن تنفق كصقف للنفقات من خلال جميع الوزرات والهيئات والسلطات وهذا سيكون هو الحد الأقصى لهذه النفقات والبقية ستكون من خلال القطاع الخاص مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنصيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شر وهو ما يستوجد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد فمن أجل السلام فليعمل العاملين عقد وزيرها الخارجية سمح شكري جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرات سلوفينية تانيا فيون خلال زياراتها إلى مصر وأشر المتحدث الرسمي باسم وزارات الخارجية سفير أحمد أبو زيد إلى وجود رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية ودفأ وجه التعاون المشترك مؤكدا تشاور الجانبين حول وقف الحرب الدائرة ضد قطاع غزة مصارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني وذلك في إطار أولوية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع ما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني نتابع تلك المصارات في سياق العرض التالي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر ورغم نانسي قنقر 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 قنقر أعرب وزير قنقر قنقر موسيقر مصابون في قنقر